يا هلا حياكم الله بما أنه السنة قربت على الانتهاء ونزلت التقنيات الجديدة أصبحت الترقية يعني منطقية أكثر من أي وقت مضى خاصة للجامرز اللي يلعبون على البي سي والكانسولز تابعونا يا هلا حياكم الله حلقة اليوم رح نلقي نظرة على شاشة بينكيو EL2870U تبرز هذه الشاشة لكونها مقدمة بسعر في متناول الجميع وخاصة إذا ما تم مقارنتها بشاشات الفور كي الثانية وشاشة ال EL2870U هي شاشة بحجم 28 بوصة وتعمل بدقة 2160x3840 وهي شاشة من نوع TN تعمل بكثافة 157 بيكسل بير إنش أو PPI تقدم هذه الشاشة تقنية فريسينك من AMD والتي تخدم في إزالة الإطارات المتكسرة لتقدم تجربة لعب مميزة بدون أي تقطيع وزمن الاستجابة في هذه الشاشة يبلغ واحد ملي ثانية ليجعل هذه الشاشة مناسبة جدا للألعاب ذات الحركة السريعة زي PUBG و Battlefield شاشة ال EL2870U تعتبر المدخل المناسب للعب على دقات الفور كي أو للي يرغب أنه يرقي إلى شاشة فور كي ولكن بسعر معقول جدا يمكن اعتبار هذه الشاشة شاشة اقتصادية تقدم دقة فور كي بسبب زمن الاستجابة الذي يعتبر مثالي جدا وبسعر ما يجاوز الـ 1600 ريال تقريبا خلف هذه الشاشة تتوفر منافذ التوصيل وهي عبارة عن منفذين HDMI 2.0 ومنفذ DisplayPort 1.4 ومخرج سماعة 3.5 القاعدة الخاصة بالشاشة لا تسمح لك إلا برفع أو خفض الشاشة فقط وكنت أتمنى لو تم إضافة منافذ أكثر مثل منافذ USB 3.0 وقاعدة متحركة ولكن عدم توفر مثل هذه المميزات اعتبر شيء منطقي مع شاشة من هذا النوع وخاصة شاشة فور كي بهذا السعر فالشيء طبيعي أنك لابد أنك تضحي بعض الشغلات الثانية ولكن على الأقل يتوفر عندنا آلية تركيب الفيزا للشاشة هذه على قاعدة محمولة إذا كنت ترغب في ذلك أمام الشاشة يتوفر عندنا مفتاح مخصص لتشغيل ميزة HDR بالإضافة إلى ميزة الإضاءة الذكية أو الBI Plus وهي عبارة عن مستشعر موجود أسفل الشاشة لخياس حساسية الضوء ويقوم بحساب قوة الإضاءة حولك بعدين يقوم بتعديل قوة سطوع الشاشة ويعمل بشكل ممتاز جدا يخلي هذه الشاشة مناسبة جدا لأصحاب الكونسلز اللي يحبوا يلعبوا في الإضاءة المنخفضة أسفل الشاشة تتوفر مفاتيح التشغيل والتحكم واعجبني مفتاح الطاقة اللي يمخلينه مميز وكبير للحال وعشان تميزه مباشرة بقية الأزرار تظهر لك القائمة الخاصة بالشاشة والتي تعتبر قائمة قياسية كما في أغلب الشاشات وتتوفر عندنا هنا الكثير من أنماط الألوان ولكن مجمنا نعتبر الإعدادات قياسية نوعا ما وما فيها شيء يخليها متميزة عن ما هو موجود في بقية الشاشات أسفل الشاشة يتوفر عندنا سماعتين بقدرة واحد واط لكل سماعة مدمجة في هذه الشاشة وشوف أن جودة الصوت اللي تقدمها جيدة جدا وتغنيك عن أنه لازم تكون لابس السماعات أو إذا كنت تبغى تركب نظام صوتي أعتقد أنه راح يكون كافي من خلال هذه السماعات ونرجع نتكلم على المميزات وبالتحديد ميزة حماية العين من الإضاءة الزرقاء اللي توفرها هذه الشاشة وأيضا ميزة الـ HDR في هذه الشاشة جميلة جدا ولكن لا تعتبر هذه الشاشة تقدم لك HDR حقيقي كون قوة إضاءة هذه الشاشة هي 300 نت والتي هي ليست قريبة من معيار شاشات الـ HDR الحقيقي التي تبلغ ما بين 400 إلى 2000 نت ولا يتوفر أيضا عندنا في هذه الشاشة تعتيم داخلي لقوة الإضاءة وأيضا مجال الألوان في هذه الشاشة لا يصل إلى معدل 125% من دقة ألوان الـ SRGB وهذا يعني أن الشاشة راح تكون مناسبة أكثر للألعاب على أن تكون مناسبة للمنتاج أو تصحيح الألوان ولكن ما يتوفر في هذه الشاشة عشان يخليها تحمل شعار الـ HDR هي أنها قادرة على معالجة الصورة بمعدل 10 بيت لهذا لن تكون هذه الشاشة خيارك الأول إذا كنت تبحث عن شاشة تقدم HDR حقيقي أكثر شيء عجبني في هذه الشاشة هي ميزة إغلاق وتشغيل HDR حسب ما يتم عرضه في الشاشة بشكل عالي فإذا كان المصدر عندك يقدم تغنية HDR ومفعلها راح يشتغل تلقائي مع هذه الشاشة وإذا كنت من تمفعله راح يتم إغلاقه تلقائيا بوجهة نظري اللعب على هذه الشاشة كان تجربة ممتعة جدا خاصة على ألعاب مثل ديستيني 2 أو ألعاب الشوتر أو حتى ألعاب الكونسولز ومع هذه الشاشة مع أنها ما تقدم تجربة HDR حقيقية جودة الصورة أشوفها ممتازة جدا وتجعله من الصعب العودة إلى اللعب على دقات أقل من دقة الفور كي مجملا يتوجب أن يذكر أن هذه الشاشة تستاهل الاقتناء إذا كنت بحث عن شاشة 4K اقتصادية وتكون مناسبة للألعاب على البي سي وأكثر مناسبة للألعاب على أجهزة الكانسل زي البلاي ستيشن 4 برو أو الأكس باكس 1X بوجهة نظري أن هذه الشاشة ما هي مناسبة لصناع المحتوى بما أنه نوعية الفانل الخاصة فيها أو نوعية الشاشة من TN فهذا يعني أنه زوايا الرؤية ومعدل دقة الألوان راح يكون أقل فما أنصح بهذه الشاشة أما للجايمينج أنصح بهذه الشاشة وبقوة أتمنى أن تكون نظرتنا على شاشة البينك يو إي إل 2870 يو نالت على استحزانكم وحب أعرف هل أنتم تلعبون على دقة 1080 أو على 1440 أو حابين تدخلون على مجال الجايمينج على دقة الفور كي شاركونا بتعليقاتكم وراءكم أي استفسارات حول هذه الشاشة ولا تنسون دائما الاشتراك في القناة ونشر الفيديو وابداء الإعجاب كان معكم أخوكم بندق السلام عليكم